موسى الخير اهلا بكم الى نشرة الرابعة في وقعة غريبة من نوعها قام مواطن بانقاذ مطعم من السرقة في مدينة جدة مساء امس بعد قيام احد موظفي المطعم بالسطو على الكاشير ليتفاجأ بعد ذلك بوجود المواطن سعد عيد فور محاولته الهرب حيث قام سعد بإيقافه فورا واعادة الاموال الى المطعم الامر الذي اثار عصفة من الاعجاب بسعد في مواقع التواصل الاجتماع معنا في استوديو الرابعة بطل هذه الحادثة سعدين هيا كلا يا سعد اهلا سعد انا حب حي الجميع حبي امي من هذا المكان طيب خلينا ابدأ بشعورك في هذه اللحظة وانت تشوف حادثة السرقة تصير قدام عيونك والله انا اخذتني اول شي الوطنية والمكان حسيت انه في شي غلط قاعد يصير شايفه انا شفته دخل المحل شايفه انا بعيني قاعد براقبه من بعيد عرفت بس قاعد استناء لين هو فجأة باغتني بالحركة السريعة والخروج الغير مألوف نرى بسرعة خرج في المكان فايش اللي صار وقتها انا الان لازم اعطي ردك فعل سريع طبعا اكيد فقررت كده اراديا اعطيها قبضة النمر معاها قبضة النمر ايش هي قبضة النمر قبضة النمر انا انا ما شرحت لك معلش انا امارس فنون قتال زي الجودو والايكيدو والم ام اي فقبضة النمر هي كده تواجه الخصم معايا انت صاحب تواجه الخصم هو هنا وانت تواجه تعطيه هذا تشد الباي اللي يصير شكلها زي الجي عرفت قصدي بعدين تعطيه يصير الضربة نعم الضربة تكون موزعة بس يعني شكلها صعبة شوية يبغى لها مع الممارسة تجهي اه انا شاكر ومقدر وجودك معنا اه انا بس حاب اضافة لو سمحت انا مشكلتي انه انا جوالي مكسور شوف لو تلاحظوا يا جماعة جوالي مكسور في اثر اندعس بسيارة مشكلة طويلة ماني قادر اتصفح ماني قادر اقرأ مشاكل وهموم الناس اللي اقدر احلها فبصراحة الايفون سيكس اس عجبني انا عرف ما شاء الله اوكي والعيشة عجبتني هنا الصراحة لو فيه انا انا شوف انا هادي ما يشع هذا ولا هي يعني بالعكس انا بحاول اساعد واقرب من الناس اكثر اي شاء الله اكيد اي شاء الله بساعدك فانا ما بفلع اعرف ابدو بلك الصناع ويا ريت تطلعوا هنا كده الحساب التويتر وحساب الانستغرام اعرفت انا ممكن اعطي دروس في الايكيد اشتركوا في القناة